في الفترة الأخيرة أصبح الإقبال على تدخين الشيشة كبيرا جدا إذ أنه تجاوز الإقبال على تدخين السجائر حتى ظن أنه أخف ضرر ولكن أكد الدراسة أن حوالي 6 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب الأمراض المرتبطة بتدخين الشيشة دراسة أكدت هي أجريت عام 2016 وأكدت أن حوالي 6 ملايين شخص حول العالم يموتون بسبب الأمراض المرتبطة بأمراض الشيشة نتحدث عن 3000 حالة من هذه الوفيات حدثت في دورة الإمارات بعد فرض الحكومة الإماراتية ضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ أقلع شخص من كل أربعة أشخاص عن التدخين كثيرون منهم استبدلوا سجائر بالشيشة ظن منهم أنها أقل ضررا إلا أنه أشار الخبراء إلى أن جلسة تدخين الشيشة لمدة ساعة تعادل استنشاقة دخان 5 عبوات سجائر يتم إنفاق حوالي 569 مليون دولار سنويا في الإمارات لعلاج حالات أمراض تدخين في الدولة الحكومة فرضت إلزام وضع الملصقات التحذيرية على عبوات التبغ وهذا في خطوة مهمة لزيادة وعي الناس وإعادة التفكير قبل شرائها ترجمة نانسي قنقر